خرج مئات المحتجين للتظاهري ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي بن يمين نتنياهو المتهم بثلاث قضايا فساد وقد تظاهر المحتجون في مفرق عين حيمد لمطالبة نتنياهو التنحي عن منصب رئيس الحكومة خصوصاً لاتهامه بفرض ضغوطات على مسؤولين في وزارة الأمن لشراء غواصة من شركة ألمانية لمصلحته الشخصية ويستمر المحتجون في التظاهر للشهر الرابع على التوالي في مئات المفارق والجسور كما درجوا على التظاهر أمام مقر بيت نتنياهو في مدينة الكدس كما يتهمه المتظاهرون بإدارة جائحة كورونا وفق مصالحه الشخصية ووصل المتظاهرون إلى مقر بيت رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو في مدينة الكدس وتحديداً في شارع بلفر الذي منع المحتجين من التظاهر فيه وفق تقييدات حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة وقد شهد بيت نتنياهو الشخصي في مدينة قيساريا تظاهر شارك فيها المئات من المحتجين الذين خرجوا في موكي بسيارات من كريات شمونة وبئر السبع وصولاً إلى قيساريا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر